دكتور رحمد عيسى عليك السؤال مهم جدا انه فريق انت تشتغل مع فريق او اي طبيب يشتغل مع فريق فيه اكتر من عنصر مش لعبة فردية بالطبيعة الحال عندهم طبيعة مختلفة سقافة مختلفة روتين يومي مختلف تفاصيل كثيرة مختلفة ورغم انه في فرق في العالم برضو انا لا اتحدث عن الاهل فقط فرق في العالم يبقى عندها اكتر من طبيب نفسي وتلاقي في العيبة بتتعصبه يا خارجة مثلا تلاقي العيب ما جابش اربعة اجوال مثلا في اربعة مبارات واربعة بيطلع بره الجيم خالص يقولك يقولك طبا كده يا عم والطبيب النفسي ده بيعمل لي ما وكده بيعملش حاجة سؤال ده مخفيف قوي فضل يا فرصة هيديني فرصة ان انا عايز اتكلم عن حاجات مهمة البني ادمين بتتوقع ان احنا صحرا او ان انا عندي قدرة حقيقية على تغيير شخصية شخص اولا الشغلانة بتاعتنا لا تساعد الا الاشخاص اللي عايزة تساعد نفسها حيوة دي مبدئية بمعنى انه لو انت مش هتساعدني ان انا اقدملك حلول للمشكلات بتاعتك وقدملك مهارات زيادة ليك انا ما عنديش حاجة عملها لك انا مش هعرف ساعدك بالعافي صح فدي الحتة الاولانية الحاجة التانية انه البني ادمين شخصياتهم على اطياف بمعنى انه في شخص ما انت شايفه متعصب دلوقتي بس هذا الشخص بازل مجهود مع نفسه كبير جدا 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 وفيه خمس ست مرات عصبية انت ما شفته مش انا شفته فانا هشكره على انه ما تعصبش غير مرة احدة زي ما اي حاجة في الدلوق زي مثلا احد عنده سلوك ليه علاقة بانه بينام كتير بيفوت موعيد فاتحسن فبدل ما كان بيبوز عشر موعيد بقى يبوز خمسه ده متحسن فلا نقيس البشر الا على نفسهم بمعنى انه انا مش هيقيس البني ادم على مستره ستاندرد هو لازم يمشي عليها بالزبط وإلا يبقى يا هو ما بازلش مجهود يا البني ادمين اللي بتشغل معا ما بازلتش مجهود البني ادم بيتقاس على نفسه الحاجة التانية ودي مهمة قوي انه المهارات النفسية والزهنية هي مهارات راكمية وعلشان كده مهمة قوي 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 نشتعلم على الاطفال بداية من سنة عشر اتناشر سنة مش هنحتاج ان احنا نبقى نشتعلم على كبار خالص مش هنحتاج نسأل السؤال بتاعها وإحنا كنا محتاجين حد معاهم في الأولمبيكس ولا لا لأنه المهارات الزهنية السن بتاع التعلم بتاعها هو في المرحلة ما بين عشر اتناشر لحد ستتاشر تبرداشر حلو هنا هقطعك بسؤال معلش يعني توصل ان الطبيعي النفسي ده على مستوى الفرق برضو مش بس المفروض يبقى موجود في الفريق الاول ده المفروض يبقى مع قطاعات الناشئين من تحت خالص ويشتغل مع الاطفال من هما عندهم عشر اتناشر سنة انا وجد نظر انه اهم من تحت اهم من فوق بكتير ليه؟ لانه انت اللي انت هتعمله ويتحول الى جزء من روتينك اليومي هو هيبقى وانت كبير هتفضل بتعمله هو هو بناخد حاجات في حياتنا اليومية زي الصلاة زي غسيل السنان زي ان انت تبقى بتكلم اهلك تطامن عليهم دي حاجات انت تعلمتها من وانت صغير تفضل تعملها كل يوم فبالتالي هتفضل تتحول كل يوم وهكذا فدي حاجة الحاجة التانية انه شخص الكبير قريبا خبرته في الحياة بتقنعه وعنده حق ان اللي انا عملته قبل كده ما هو ماشي وهكذا هو بيبقى عنده حق ما هو اللي عمله قبل كده ماشي فعلا وهكذا لكن ان انت تبقى بتوريله المرجن الزيادة المنطقة الزيادة اللي هو ينفع يوصل لها دي نقطة مهمة طب ده مش معناه ان احنا الشغل مع الكبار مش هجيب نتيجة لك هجيب نتيجة طبعا لكن هجيب نتيجة كمان مع الصغارين اكتر وبيعمل حاجتين بقى هنا لازم نتكلم ريسورش انا بحب الابحاث قوي بحب جدا الارقام والابحاث الاشخاص اللي بيتم الشغل معاهم على مستوى نفسي في السن من سن 10 سنين إلى 11 سنة اللي هو احنا محتاجين 20 ديئة في اليوم على فكرة تمارين بسيطة خالص الاشخاص ينفع تعملها في بيوتها ومش للرياضين بس لكل الناس لكن الرقم ده رايح للرياضين لقوا انه الكارير بتاعهم البروفيشنال كارير بتاعهم بيزيد من سنتين لخمسة سنين الممارسة بتزيد وانه اعلى البيك بتاع العقد بتاعهم اعلى رقم بيوصلوا له في العقد الرياضية بتاعتهم بتزيد لـ 30% لـ 40% فالأمريكان بيحسبوا لحاجات فلوس قوي فهو لقوا انه ده مهم لانه انت لما تعلموا للشخص ده قيمته السوقية على مدار الكارير بتاعه بالكامل هتبقى أحسن وأفضل هاي اريد سألك هل فيه قياسات نفسية زي قياسات البدنية؟ طبعا ودي حاجة مهمة قوي وده هيخليني ياخد الأمور برضو خطوة زيادة هو ايه التخصصات اللي كلها اسمها نفسي اللي ممكن تبقى موجودة مع الرياضيين ايه الفرق ما بين خديج طب زي كده انا خديج طب ومعي ماجستير طب نفسي وده ومعي شهادات متخصصة شوية زيادة فيما يخص الاسبورت سيكولوجي والعلاج النفسي وعلاج الصدمات ومشابه وفيه حد خديج أدام علم نفس او ميجر سيكولوجي من الجامعات الأجنبية وفيه حد خديج تربية راضية دول ثلاث شغلنات مختلفة خالصة فهنا هنا هتكلم على الشخص اللي بيقوم بالقياسات النفسية اللي هو الشخص اللي خارج من أدام علم نفس وعنده قدرة على القيام بحاجة اسمها سايكومتري السايكومتريك اساسمنتس او القياسات النفسية دي حاجة ممكن تقيس اي حاجة تمام؟ ومعتمدة على الشخص يعني معظمها هيبقى كوستشنير طويل في متين سؤال هدهولك هتجاوبه هترجعهولي هحاوله الأرقام الأرقام دي ممكن تقيس مستوى زكائك ممكن تقيس نمط شخصيتك ممكن تقيس الحاجات اللي ممكن تبقى بتتحاول اللي دوافع بالنسبة لك يعني بمعنى انه مين البني أدم اللي أنا محتاجة أحمسه بالجمهور ومين البني أدم اللي أنا محتاجة أحمسه بيه المجد الشخصي ومين البني أدم اللي أنا محتاجة أحمسه بالمكانة الاجتماعية ومين البني أدم اللي أنا محتاجة أحمسه بالفلوس مين البني أدم اللي أنا محتاجة أحمسه به قدرته على قيادة ناس تانية دي حاجات محركة للبني أدمين ومش كلها زي بعض وهكذا حاجات كمان من الحاجات للقياسات النفسية اللي بتتقس في السمات الشخصية مين ينفع يبقى مع مين في تيم مين تيم بلاير ومين لأ مين أنا محتاجة أكلمه الواحد ومين ما محتاجة أكلمه وسط فرق مين هيقدر يبقى ليدر ومين لسه صعب أو مش هينفع خالص حتى في أوقات وهكذا فالقياسات النفسية حرفيا ممكن تقيس كل حاجة وبعدين نتحرك لي حتة متخصصة شويتين احنا عندنا قياسات ممكن تقيس التركيز والانتباه عندنا قياسات ممكن تقيس سرعة رد الفعل عندنا قياسات أهم بقى احنا بنوصل لي حاجة بيسموها الـ Quantitative EEG أو رسم المخ الكمي احنا ممكن نبقى عارفين الشخص ده نمه ملخبط ليه الشخص ده تركيزه قليل ليه الشخص ده تحت الضغط أداءه مش في أفضل أحواله وهكذا وبيتعمل عليها تدريبات أكثر تخصصية بعد كذا